بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أبناء الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر أهلا ومرحبا بكم في مراجعة عامة لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية فهيا بنا أحبتي أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بي أولا أن يعرف معنى الإنفاق على الأقارب ثانيا أن يبين أثر الإنفاق في تدعيم الروابط الأسرية ثالثا أن يعدد آداب الإنفاق والآن أبنائي إلى ملخص عام لدرس فض الإنفاق على الأقارب اعتنى الإسلام بالعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وجعل الأسرة هي النواة المركزية فيه والإطار الذي من خلاله يطبق الناس قيم الإسلام وأحكامه القائمة على التعاون على الخير فالأقربون أولى بالبر والإحسان من غيرهم وقد قدم الله تعالى النفقة على الوالدين وذوي القرب على غيرهم من المحتاجين فمن أعظم برهم والإحسان إليهم هو النفقة عليهم كذلك أبنائي بينا معنى النفقة على الأقارب وقلنا هي توفير كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومبيت وصحة وتعليم وغير ذلك عند الحاجة وهذا كله يكون حسب قدرة المنفق وما زاد عن حاجته كذلك بينا أبنائي حث الإسلام على التكافل الاجتماعي فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التكافل بين المسلمين كما حث على صلة الأرحام وإذا اجتمعت صلة الرحم مع النفقة كان الأجر أكبر والفضيلة أعم وأما عن أثر النفقة في تدعيم الروابط الأسرية قلنا أن صلة الرحم تعد من الأوامر الإلهية التي أوصل الله سبحانه وتعالى بها لما لها من أثر عظيم وفوائد كبيرة في تدعيم الروابط الأسرية وتقوية الصلاة الاجتماعية ومنها أولا تقوية مشاعر الأخوة والود والمحبة بين أفراد العائلة ثانيا بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة وبالتالي القوية والقابلة للتقدم والإزدهار والتطور ثالثا تكثير النعم ودفع النقم وعموم الخير على الأسرة والعائلة رابعا سد الحاجات وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وأما خامسا زيادة الأرزاق والبركة في العمر وأما سادسا وأخيرا المساهمة في حل مشكلة الفقر في المجتمع كذلك أبناء بينا آداب الإنفاق وقلنا بأنه ينبغي على من أراد الإنفاق مراعاة شروط النفقة وآدابها حتى تقبل عبادته وينال بها الأجر من الله عز وجل وللإنفاق أدبين لا بد للمنفق من مراعاتهما أولا أن تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى فالإخلاص أساس قبول كل عمل فالذي يريد صدقة بنية خالصة لله تعالى قبلت صدقته أما إذا كانت يشوبها الرياء أو المصالح الدنيوية وليست خالصة لله تعالى ردت عليه فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وأما ثانيا أن لا يتبع المنفق نفقته بالمن والأذى والمن والأذى يبطلان العمل ويذهبان بالأجر أبناء الأعزاء لنبدأ الآن في أسئلة المراجعة العامة لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية لدرس فضل الإنفاق على الأقارب فهيا بنا أبنائي والآن أبناء الأعزاء مع السؤال الأول أذكر مظهرا من مظاهر عناية الإسلام بالعلاقات الاجتماعية أسمعوني إجاباتكم أيها الأبطال أحسنتم لقد اعتنى الإسلام بالعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وجعل الأسرة هي النواة المركزية في المجتمع وهي الإطار الذي من خلاله يطبق الناس قيم الإسلام وأحكامه القائمة على التعاون والخير والأقربون هم أولى بالبر والإحسان من غيرهم السؤال الثاني لماذا قدم الله تعالى النفقة على الوالدين وذوي القربة على غيرهم هيا أبنائي بارك الله فيكم لقد قدم الله تعالى النفقة على الوالدين وذوي القربة على غيرهم لأن من أعظم برهم والإحسان إليهم هو النفقة عليهم ومع السؤال الثالث أبنائي دلل على تقديم الله تعالى النفقة على الوالدين وذوي القربة على غيرهم أسمعوني إجاباتكم جزاكم الله خيرا قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقرمين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم السؤال الرابع عرف المقصود بالنفقة على الأقارب هيا أيها الأبطال جزاكم الله خيرا أبنائي توفيروا كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومبيت وصحة وتعليم عند الحاجة وذلك حسب قدرة المنفق وما زاد عن حاجته السؤال الخامس اذكر دليلا من السنة النبوية على أن الإنفاق يكون حسب قدرة المنفق وما زاد عن حاجته أحسنتم أبنائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عنذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ومع السؤال السادس أبنائي الأعزاء لخص موقف الإسلامي من الحثي على الإنفاق على الأقارب هيا بارك الله فيكم نعم حث النبي صلى الله عليه وسلم على التكافل بين المسلمين كما حث كذلك على صلة الرحم لأنه متى مجتمعت صلة الرحم مع النفقة كان الأجر أكبر والفضيلة أعم فالأرحام أولى بهذا المال من غيرهم فليس من البر والخير تركك القريب وإهماله وعدم تلمس حاجاته والإحسان إلى البعيد الذي لا تربطك به علاقة نسب أو قرابة وصلنا إلى السؤال السابع اذكر أدبين من آداب الإنفاق على الأقارب نعم أن تكون ميته خالصة لوجه الله تعالى فالإخلاص أساس قبول كل عمل وأما ثانيا أن لا يتبع المنفقة نفقته بالمن والأذى لأنهما يبطلان العمل ويذهبان بالأجر طلاب الرائعون لننتقل الآن إلى حل أسئلة التقويم من الكتاب المدرسي في الصفحة 148 ومع السؤال الأول ما المقصود بالنفقة على الأقارب أجيبوني بارك الله فيكم جزاكم الله خيراً النفقة على الأقارب هي توفير كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومبيث وصحة وتعليم عند الحاجة وحسب قدرة المنفق وما زاد عن حاجته السؤال الثاني وجه النصوص الشرعية الآتية قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم أحسنتم أبنائي قدم الله تعالى النفقة على الوالدين وذوي القرب على غيرهم من المحتاجين فمن أعظم برهم والإحسان إليهم هو النفقة عليهم وأما ثانيا فهو قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبه والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم أحسنتم أبنائي بارك الله فيكم المن والأبى يبطلان العمل ويذهبان الأجر ومع النص الشرعي الثالث أبنائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا نفع الله بكم أبنائي على مشاركاتكم النص الشرعي هنا يبين لنا ترتيب النفقة فيبدأ الإنسان بنفسه ثم بأهله ثم بالأقارب ثم بفقراء عامة المسلمين أما السؤال الثالث من أسئلة التقويم للإنفاق على الأقارب أثر كبير في تدعيم الروابط الأسرية في المجتمع وضح ذلك بارك الله فيكم أولا تقوية مشاعر الأخوة والمحبة بين أفراد العائلة ثانيا بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة والقابلة للتقدم والإزدهار والتطور ثالثا تكثير النعم ودفع النقم رابعا سد الحاجات وإعانة الضعيف خامسا زيادة الأرزاق والبركة في العمر وأما سادسا وأخيرا المساهمة في حل مشكلة الفقر في المجتمع ومع السؤال الرابع علل ما يلي عدم قبول الصدقة التي فيها من وأذى نعم لأن المن والأذى يبتلان العمل ويذهبان الأجر وصلنا أيها المبدعون إلى السؤال الخامس والأخير من أسئلة التقويم ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يلي أولا القريب المحتاج أولى بالزكاة والصدقات من البعيد الغريب ما رأيكم أبنائي أحسنتم هذه عبارة صحيحة ثانيا لا تقبل النفقة ولا يحفظ أجرها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى ورضاه بارك الله فيكم هذه عبارة صحيحة ثالثا النفقة على الأقارب تساوي الصدقة على الفقراء في الأجر جزاكم الله خيرا هذه عبارة خاطئة لأن الإنفاق على الأقارب أعظم من الإنفاق على غيرهم لأنها صدقة وفي نفس الوقت صلة رحم رابعا من أعظم البر إلى الوالدين أن نفقة عليهم أحسنتم أبنائي هذه عبارة صحيحة أبناء الطلبة تم بحمد الله تعالى الانتهاء من مراجعة مجال الآداب والأخلاق الإسلامية كل الشكر لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر